عشان عاوزين نروح للأهلي في تنزانيا لايك وشير وصلي عزين ودعي نفسك والوالدين والغير وهو عتنسى تفعل الخير وتتبرع ل57 تاتة 57 وخلاص كله بعارف يتبرع ازاي عندك نظام فور او تخش على 57 تاتة 57 وتقرجى تلاقي كل الطرق التبرع ماشي؟ طيب مستر موسيماني الأهلي معاشك لتاني وبعد دايما الناس عملا تقول لك الأداء ومشي الأداء يبني انت من ساعة ما الراجل جيه ما بيعرفش غير الفوز بالبطولات وتحقيق الانتصارات ما اغسرش غير بايرلي ميونيخ فقط 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 دعي النادي الأهلي هيلعب بقرة أمام سبب التنزاني في الثالثة عصرا في دار السلام في استاد مكابا مرتديا الطاقم الأزرق الكامل الطاقم الأزرق الكامل ومسيماني النهاردة وايمان أشرف اللي ربنا شفاه بفضل الله من الشد الخلفية الشد في العضلة الخلفية تفقد ملعب مكابا اللي هيتتم اللعب عليه مباراة الغد بإذن الله موسيماني قال لكل الدنيا في المؤتمر الصحفي أنه جاء إلى زنبيا إلى دار السلام وإلى تانزانيا من أجل تحقق الفوز وأن الأهلي لعب بطولة كبيرة بطول كأس عامل الأندية ولعب ثلاث مباريات قوية أمام الدحيل وبيرني ميونيخ وبال مراس بطل برازيل أدت إلى إرهاق الفرقة وحدوث بعض الإصابات والغيابات لكن الأهلي بمن حضر والأهلي يلعب من أجل الفوز ومن أجل الفوز بالعشرة والعودة مرة أخرى إلى كأس العالم للأندية الموسم القادم موسيماني حافظ أفريقي ومش بتكلم بس إنجليز ده بتكلم اللغة السواحلية فداعي بالحضور في بداية المؤتمر وحياهم باللغة السواحلية التي يتحدث بها أهالي وشعب تنزانية العظيم قال إن الأهلي تأثر بالمباريات الصعبة الكبيرة للعب لكن ده الأهلي عنده غيابات لكن رغم هذه الغيابات إحنا عندنا خبرات عظيمة وعندنا بدائل عظيمة وناس قادرة على إنها بإذن الله تحقق الفوز على سيمبا التنزاني اللي فاز خارج الديار على فيتا كلوب بهدف في أولى جولات المجموعة وقال إنه عارف فرقة سيمبا كويس جدا 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 وأشاد بلويس اللي هو الموزنبيقي وقال إنه لعب خطير جدا واللعب رقم 7 واللعب رقم 14 وأنه مميزين للغاية وقال إنه يتمنى بإذن الله جاء إلى دار السلام من أجل الفوز وسيعود بثلاث نقاط وهو يمتلك فريقا قويا هو بطل أفريقيا ويدافع اللقب في هذه البطولة ويتمنى العودة مرة أخرى إلى كأس العالم أيمن أشرف اللي شارك في المؤتمر الصحفي ومشاركته تعني احتمالية غيابه عن التشكيل وهو كلك التشكيل ده قال إن مواجهة سيمبا صعبة جدا وإن لعبه والنادي الأهلي جاءوا إلى تنزانيا من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية تسهل حسم التأهل مبكرة وقال عندنا ثقة في أنفسنا فنحن أبطال أفريقي أبطال أفريقي وثالث العالم وعندنا طموحات اللي مواصلة الانتصارات وعندنا مدرب كبير الفريق نحو البطولات وقال إن هو جاءوا رطوبة قال إن إحنا كنادي أهلي مختلفة عديدة وقادرون على التكيف مع الرطوبة ومع درجات الحرارة وعشان كده إدارة البعثة جاءت مبكرا يوم الجمعة الماضي قبل أربع أيام من المباراة من أجل التأقلم على الأجواء وقابدى كابتن أيمان أشرف ساعدته الشديدة جدا 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 بإشهادة ليفة به وبالنادي الأهلي وقال أن هدفنا هو النجمة العشرة وإسعاد جمهير النادي الأهلي طيب عاوز أقول إن تشكيل النادي الأهلي تشكيل النادي الأهلي في ظل الغيابات والإصابات مفيش غنى عن محمد الشناو بدر بنون محمد هاني ياسر إبراهيم مش أيمن أشرف مش أيمن أشرف جاهز لكن يقول لك المقارنة دلوقت مش محمود وحيد أو الراجل عاوز يكمل بمحمود وحيد يدي له فرصة خاصة وإنه ظهر بمستوى جيد في المباراة الأولى اللي لعب فيها أمام المريخ السوداني خاصة مع غياب الظهير الأيصر الطائر التونسي علي معلول اللي بيحظى بحبه وبجمهيرية شعبية في مصر والدول العربية وسط الملعب هو ببقى دايما مستر المسلمين عاوز يلعب به السلية وحمد فتح وبعدين بينزل ديانج في الشط التاني غالبا هيبدأ بديانج في هذه المباراة عشان سرعات لعبي نادي سيمبا وعشان هو يعني عنده مجهود كبير وفي الشط التاني لو حاب يغير هيغير برضو بحمد فتحي وده تغيير ثابت عنده السلية وحمد فتحي يصحب بحمد فتحي وينزل ديانج في الشط التاني أفشة أساسي و كهربا أساسي أيضا هيلعب بكهربا وهيلعب بولتر بوالي قدام وطاهر محمد طاهر طبعا انتوا عارفين انه هو مصاب غالبا هيلعب بمحمد شريف كهربا أفشا محمد شريف ولتر بوالي ده الكلام اللي بيدور فيه تشكيل مستر موسيمين طبعا الأهلي عنده غيابات خمس غيابات موجعة ومؤلمة لكن الأهلي بمن حضر الأهلي بمن حضر والأهلي ما تقلقش عليه لا في أفريقيا ولا في كاس عالم لعب في كاس العالم أمام بالمراضي البرازيل وبغياب عنه حسين الشحات وكهربا وعلي معلول لكنه أدى ونجح في الحصول على المديلية برونزية وثالث العالم المباراة غدا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة طبعا مزاع على بين سبورت وللأسف شيء جدا أحمد الطيب معلق المباراة وهو خد المطش ده المطش ده كان موجود في الجدول لأحمد عبد لكن أحمد عبد وملوش من علاقات لا بالشيوخ ولا بالحكاية ولا بالرواية فهو أحمد الطيب كلم الشيوخ وخد منه المطش لكن ما يقدرش ياخد مطش محطوط فيه علي محمد علي وهو أصلا على قوة قناة الكاس مش على قوة البين سبورت لكن هو دايما شايف يعني إيه يعني بيجي على أحمد عبد نظرا لعلاقاته القوية والمؤسرة وما بيقدرش يقرب من علي محمد علي لأنه أيضا بيمتلك علاقات قوية ومؤسرة ومش حاوز أقول التفاصيل لأن التفاصيل عندي في الآخر أحمد الطيب نفسه يعلق مطش للنادي الأهلي ويبالغ في مدح يبالغ في مدح من أجل استرضاء جماهي للنادي الأهلي الغاضبة جدا جدا منه هتبقى غاضبة ليه؟ غاضبة من أداءه غاضبة من أداءه على مدار السنوات الماضية منحاز إلى الزمالك بشدة وهم بقولوا يا عم طب أنت زمالكا وجايل لنا ليه؟ ما تعلق علامات الزمالك وتنجيث بطل السنغال بدل ما أنت بتلزق نفسك في النادي الأهلي وعاوز تعلق للنادي الأهلي والناس مش حابة أنك تعلق للنادي الأهلي وده الناس عملت هاشتاج قبل كاس العالم ليه الأندية في هذا الإطار ماشي لاحظ كتخيبة فكل يوم بيعمل أحمد الطيب فيديوهات يحاول يروج لنفسه لكن في غضب على السوشيال ميديا ورموز السوشيال ميديا الأهلوية من بينسبورت لإسناد هذه المباراة لأحمد الطيب للتعليق عليها خاصة وإن إدارة بينسبورت عارفة أن جمهور النادي الأهلي ما بيحبش أحمد الطيب بينما لو تحط في مطشط الزمالك هيرحب بيها الناس في جمهور الزمالك هيرحبوا بيه لأنه راجل